استخدمت الشرطة في هونج كونج الغاز المسايل للدموع وخراطيم المياه ضد آلاف المتظاهرين الذين خارجوا إلى الشوارع في تحدي للسلطات عبر مسيرة جديدة فيما تعهدت بكين بتجديد قبضتها على المدينة واحتشد متظاهرون ارتدوا ملابس سوداء وأقنع رغم حظر التجمع مؤخرا من قبل السلطات في حي تسوق الشهير كوزواي باي قبل أن تدلع صدمات بينهم وبين الشرطة